وينضم إينا من برلين مراسل الغد يمان شواث يمان فوز أرمين لاشيت برئاسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي هل يمهد هذا الفوز له الطريق ليكون خلفاً لأنجلا ميريكل مع تصاعد بعض الأصوات المعارضة لسياسة ميريكل كيف ستكون ردود الفعل؟ نعم نحن نتحدث اليوم على أن المهام التي سيقوم بها هي ليست فوراً هو العمل على خلافة المستشارة في منصب المستشارة لا حتى هو تحدث بعد إعلان فوزه تحدث أرمين لاشيت على أنه سيقوم بكثب الثقة من جميع الأعضاء داخل الأزب وهذا يعني العمل مع التيار الذي كان يختلف معه والذي كان ممثل بفريدرش التيار الذي يمثل اليمين المحافظ داخل الحزب اليوم أمامه الكثير من التحديات هي كثب الثقة من الجميع داخل الحزب إعادة ترتيب البيت الداخلي للحزب يمكن أن نقول أنه بعد فوزه اليوم قد وضع الخطوة الأولى له أو نجح في الخطوة الأولى له في تمهيد الطريق إلى المستشار إلى منصب المستشارة وخلافة المستشارة أنجلا ميركل وكانت المستشارة هنأته فور إعلان فوزه هذا الأمر ربما يعطي دفع لآرمين لاشيت الذي لا يختلف كثيرا عن نهج المستشارة أنجلا ميركل وهو يتبع التيار الوسطي المعتدل في الحزب المسيحي الديمقراطي يمكن أن نقول أنه بدأ أولى الخطوات ولكن أمامه الكثير من العقبات كثير من المشكلات على الصعيد الداخلي يجب أن ينجح في حلها يجب أن يكثب الثقة بأنه الشخص الذي يجب أن يتوافق عليه الجميع لكي يحظى بهذا الهدف الذي يضعه نصب عينيه وهو منصب المستشار الألماني طيب يمان يعني هو كان يدير منطقة رينانيا شمال فيستفاليا وواجه بعض الانتقادات بأنه كان ضعيف في إدارة مكافحة وباء كورونا فكيف سيؤثر هذا عليه؟ نعم هذا الأمر حقيقة ما تحدث عنه وسائل الإعلام الألمانية أن أرنم كان عليها الكثير من الملاحظات كيف أدار ملف كورونا في مقاطعة شمال رين فيستفاليا وقال أن هناك الكثير من الملاحظات وهذا الأمر ما يحتاجه حقيقة لذلك أنا تحدثت عن كثب الثقة ليس فقط على الصعيد الداخلي في الحزب المسيحي الديمقراطي بل أيضا كثب الثقة بالنسبة للشارع الألماني كيف سيحاول أرنم من خلال هذه الأشهر المتبقية لميركل في المستشارية هل سينجح في هذا الأمر؟ هذا الأمر سنعرفه خلال هذه الأشهر المتبقية فيما إذا كان سيكسب ثقة الناخب الألماني أو وثقة أيضا أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي في أنه سيكون الشخص المؤهل ليصل لمنصب المستشارة هذا الأمر كفيل بأن نعرفه خلال الأشهر الماضية لذلك قلت أن أمامه الكثير من العقبات يتعين عليه أن ينجح في هذه الألماني يامان شواف مراسل الغد كنت معنا من برلين شكرا لك اشتركوا في القناة